موسيقى 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 لليكيب الكل داع ايافهم وللناس اللي تسمع فينا ويمكنوا على الراديو ولا على الديجيتار انا ارتحت شوية اخدمت شوية وفرشت برشة في اليساي وطبعت اكيد 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 اهلا وسهلا امين صباح الخلق صباح النور حمزة تحية كبيرة الفريق كل الزملاء في الداع كامل مشاهدين والمشاهدات بدهت اصبوع موفق الجميع والويكان بصراحة كان صعيب لانه واحد ما تجمشت ناحي عينيه كي ما قال مختار ردوا بينا خاصة كي يبدو عنا صغيرات مشاهد صادمة نحن نطبع معها تلك المشاهد الصادمة لكن كي يبدو عنا صغيرات يزلنا ردوا بينا مشاهد الدمار ومشاهد القتل وينعكس ذلك حتى على النفسية والنفسية متعبة بتاع الناس كل وكذلك بعد شوية ايها المختار في مخدرتك اليوم دايير مواصلين في متابعة جملة هذه التطورات في واضح وصريح وراجعين معاك على الحدث زعم في الشرق الاوسط في نهاية الأسبوع هي عودة الى حدث كبير نهار السبت 21 الأكتوبر اللي هو حدث قمة القاهرة للسلام وقمة القاهرة للسلام اللي دعالها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وحضروها عدد من قادة أدول ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية وممثلون عن الدول العربية والأوروبية واللقاء هذية استغرق ساعات فقط أنا وضعت العنوان الحقيقة ومازلت في الشك في العنوان الأول اللي عند ملاكة وهو تمخذ الجبل كبعد ملاكة فاش فولدا فقرا تقص عليها فقرا ومعنده شو ميولة تمخذ الجبل فولدا فقرا وبعد كي شفت حمزة البلومي لأنه دي متاقة الإيجابية جيني من غاية حتى ملاكة جيني تاقة إيجابية ما عم بعد ابعثت لها بعد قلت هل كان في الإمكان أحسن مما كان هل كان في الإمكان أحسن مما كان بالنسبة لهذه القمة والأمال المعلقة على القمة هذية الحقيقة لنقى روحي بين هزوز هذوما القمة اللي شاركت فيها تونس ولا يا مخ؟ لا طبعا تونس ما شاركتش فيها ولكن لو برشة حديث موش صحيح ما حدث نحكي في التفاصيل من بعد برشة كلام موش صحيح مثلا الحديث على أن تونس تعتذر عن الحضور لوجود وفد إسرائيلي هذي موش صحيح ليس هناك أي وفد إسرائيلي في القاهرة بل تكفلت رئيسة الحكومة الإيطالية ورئيس القبرسي والرئيس اليوناني بعد انتهاء القمة السبت في الليل تكفلوا بذهاب إلى تل أبيب لملقات ناتنياهو وإبلاغوا ديمقرجات كما يتقال القمة إذن برشة حديث موش صحيح وخاصة التأويلات اللي يمشوا فيها المفسرين شرقا وغربا تونس وموقفها الرسمي اللي بشارجوا عليه فيها الكن واضح وصريح موقف تونس الرسمي في علاقة بفلسطين هل فيه نوع من الغموض وقت اللي رئيس يحكي على كل فلسطين دائما في كلامه أما ممثل تونس في الأمم المتحدة حكي على حل الدولتين فهل هو غموض أو تناقض أو ما هو الموقف التونسي بعد شوية نسألك في هذا الموضوع أيها المختار ملهمون ترجع اليوم معاك يا ملايك واليوم علاش كونت تحكي لنا؟ اليوم بش نحكي لكم على هلال بوباكريا والتونسية تستخرج صم اللي النحل اللي يستعمل يتم استعماله في عدد مواد كمواد لتجميل وأيضا كعلاج تكميلي آه دكر بعد شوية سلك الوحلين وين تازنا حسين؟ بعد شوية مش ناخده حالة استثنائية ما تعودناش أنا ناخدها حمزة اليوم بصيفة استثنائية مش نتعطاه موضوع خميس خميس اللي عمره تقريبا ستين سنة عدد حياته الكل يخدم على كرسي تيرزي والماكينة نتعال الخياطة وبالتالي بعد بسبب المرض وبسبب حادث تعرض له بش يلقى روحوا يستحق كرسي متحرك عنده كرسي صحيح لكن حالته تعبه برشة إذاك عشف نحاولو نتدخل ونعنوه في النقطة هذه وهو كذلك أن نبحثوا على كرسي متحرك من عند أصحاب الخير للوضعية اللي بش يحكي عليها وضعية تسيخ ميس عمره قربة ستين سنة يحكي عليها حسين بعد شوية حسين اللي جاينا بخبار به أول الجمعة أيها المختار هكي أقول ليه مبارف في علاقة بشنوه ترى من غير ما تقول كل شيء في علاقة بموضوع تدخلنا فيه عند وحدة من الوزارات اللي خدمة ما كملت شو بتلي قلقة المتساكنين آآ بيه بعد شوية تهو تشوفوا بتتصور أنه سيساليك الوحلين وصلا للحل اين؟ لين ونظروا او جي المنت اهلو اهلى بالعصفورة ايه نذا آخر ما رأيه إسمعت بهم في المظاهرات متاعة غزة عندهم منحة على المظاهرة لا على الكريك منحة بتاع 3 أشهور هذي بش ياخذوا منحة على كل شهر مليون وفنيتار تجي المنحة منحة ربما تتعمم المنحة واضح شكرا شكرا سيد العصفورة شكرا مش تعطينا منحة ربما تتعمم المنحة لكم انتوما الحق سيلتني عن نواب يا مخ كنت الاخر مرة سمعت بأخبارهم في المباهرات انت غزة ما انت اللي هبتوا فيها شعب قلتلي لقى عندهم رو منحة النواب جديدة منحة 3000 دينار على ثلاثة شهور كل شهر 1000 دينار على ثلاثة شهور هذو من هنا الاخر العام هذي لمصاريف السكن بدل سكن بدل سكن ونقل ايسي امين مهمتك اليوم بناء على هذي المعطيات العصفورة بكش تغلط فينا العصفورة شنوه حقيقة المنحة الخاصة للنواب ب 3000 دينار على ثلاثة اشرة شنوه معناها هالمنحة اخي النواب مش عندهم ديجا شهرية مصادقة عليها في الميزانية ما للمنحة هذي تعشنوه وماذا بيك فرد وقت خلينا نستغلو هالخطرحنا ديما حتى مع مختار قلناها كذا مرة قبل را وقلنا نحبوا نوابنا تكون عندهم شهري معتبرة يعني شهري محترمة بش يخدموا على رواحهم في ظروف معقولة معقولة وبالتالي ماذا بيك تقول لنا هي شهرية النائب قداش اليوم مش نفهمهم بعض الاستحقاقات المنحة قداش شهرية النائب وهل ستعمموا مثلا هذي المنحة اللي بقيت المدة النيابية كان هما طاوة طاوة ثلاثة شهر عنيش ميكملوش يعطيوا هالهم بقيت المدة النيابية المشكل لان يتغير معناها في موضوع حكاية البدل او تعويض مين الظفرين او المساهمة في فلوس الكراء وفلوس النقل وبالتالي شوفونا حكاية منحة النواب يا امين واضح وصريح انت لقى امين المهمة وانتوما شو رأيكم في جملة اليساير الكل في تونس وفي غزة بعد شوية الموعد بيش يكون مع اصواتكم على الريبوندر على الوحد وسبعين مية واربعة وتسعين مية واربعة وتسعين اما الان نمشيوا مع فاصل سريع وننطلق من بعد في مختلف فقراتنا الموقف متاع تونس في مجلس الامن في علاقة بالقضية الفلسطينية ونحاولوا نفهموا بالضبط بناءا على الكلام اللي قالوا ممثلنا في الامم المتحدة ومع كلم رئيس الجمهورية شو الموقف التونسي فيه علاقة بالاراضي المحتلة الاراضي الفلسطينية لكن قبل هذا بش نمشيوا الى اصواتكم اللي جينا على الريبوندر على الوحد وسبعين مية وربعة وتسعين مية وربعة وتسعين هكا كلمتونا بحفير كلي كيف بش نقول لكم برافو على البرنامج وراه مؤثر برشة البرنامج على الناس وخاصة في إشكيل البلومي على خاطر انا شكيت البلومي كلمني الصحافي أخويا حسان اما جيس انا بعثت بش نشكي بيه مع اللي انا اتكلمت في الراديو وبش يكلموه اتفضلت المشكلة واعتيكم الصحة كلمني دوب نسمع وقال لي ايجا اخوذ الفلوس متاعك ونجر ما انا احكي شكون على خاطره هو توديجا بعثي وعطاني جزء من الفلوس وقال لي انا في الشهر نكمل لك البيت هذا المظلوغ قالوا صبح الخير يا ابن صبح الخير يا حمزة صبح الخير بي كيف الكل ستكون عندنا قداش من نهار وحنا نتفرجه على فلسطين صدقني شيء أسف شيء صبح المعاشة عندي موقول معاشة عندي موقول وشيك جدا كيلم بنسمعو بطل بزا اخلى المدارس اخلى المستشفى يا ولادي يا ولادي يخلى هو المنازل ويخلى هو الديار ويخلى هو الضنيا ارى وين تمشي الناس الناس وين تمشي الجتار مش امن يجيبوا اخلى المستشفى يجيبوا اخلى المدارس والناس وين تمشي وين تمشي قولوا لنا بربط الناس هذيكة وين مش تمشي عسيمة انا نحن نقول لكم عن نفق اللي دين علي تراد ما تعداه منه العباد للمترو جديد هذيك السريع وفخ اللي فيه وزباب هراه من اللي تبنيه اشهرة طو ما تنظفش كأنه فيه تجري بالخوف حاجة لا روي احلان ضعفة ما فهمش علاش اخي هو مش تابع على الشارع نفق علي ترادك احنا سكان ردف المشكلة متاعنا شنية طريقا تعال قطعان النياة الدورية في الليل مايش منظمن بالكل تصور معناها مرة يقصوا 8 متاع الديل مرة يقصوا 7 متاع الديل مرة يقصوا حتى الـ 5 متاع العشية وحتى طريقة الارجاع معناها الصباح مايش منظمن بالكل مرة يرجع لك الستة مرة السبعة مرة الشبانية معناها تطور عباد تخرج الصباح اللي هي غاصلة وجوهها لحد شيء بربني يزال صناد فرعة الزهرة باش يتفاديوا الاشكال هذا وينظم من طريقة القصان او الارجاع حمزة صباح النور الخط رقم 2 الخط مترو تجاه رين صدقني معانات شوف العشية ترتوها في قطة ذروة الصباح ولا عشية سعر بيبني كل محلولين الساكبار معلقة في البيض السرقة المشاكل ساعة عرض مترو لا يحترمو صوير لا يحترمو صوير الخط كامل فيه زوز متروية لأننا نذكر 15-20 سنة التالي الخط رقم 2 فيما يقارب 11-13 مترو كل 50 ماكس درجة مترو الخط ذاك فيما يقارب 350 الف سكر وروم بحي الخزر الحي الأولمبي 10 ديسمبر هريان اشكيل البلوني اطلب الريباندر على الـ 71-194-194 مرحبا باتصالاتكم جميعا وشكرا على توصلكم وان شاء الله يكون كما قالت السيدة ايو المختار اللي قالت والله هاو كفاما سيد مليانا اتكلم ديجا في الموضوع اتحلت المشكلة هذيك احنا شنو نحبه وندخله بالحسنة بالحسنة ونصلوا إلى حلول ونصلوا إلى حلول كيما الحل اللي وصلنا له وعنا خبير هاي اللي مختار يجينا من بير الحفي تو بعد في الساعة الثانية نقول لك عليها تذكرك الصغيرات اللي في اللي سيجو اللي هزوهم في المدرسة في النقل المدرسي ما عندهمش صورة وقتها مؤثرة مؤثرة ومؤلمة على صغيراتنا اللي ما عندهم حتى حل غير أنهم يطلعوا في إيس يزوي بش يمشيوا يقراوا الوضعية تحلت وتاو بعد شوية في الساعة الثانية نعطي وفيها التفاصيل أخبار جميلة جدا على النقل المدرسي اللي سيتم توفيره للصغيرات في هذه المدرسة في بير الحفي موضوعنا في كلم المدير في الساعة الثانية متعلق بالطلب اللي جانا من عندكم في واحد من اتصالاتكم على الريبوندر وكان هذا الموضوع ألوه أخويا حمزة بالله يا رمبوال مكفوفين بير قصة وليات بن عروس الرمبوال يحل على المروج ويحل على السوق الجملة ويحل على بن عروس اليوم طوى قريب عامين 3 سنين نشغالهم تقص يخدموا يقصوا يخدموا يقصوا صدقني الشارع بكله نجوه في الكرون تكسيو في الكيران الخزان فستي الركيزي الحفر الغبيبر في رمو عرفنا روح تشوفوا تاسكم معا هل توقف جزء من الأشغال اللي صايرة في توسعة المدخل الجنوبي العاصمة لين وصلت هذه الأشغال وقتاش باش تمتهي وشنو باش يتبدل في علاقة بالمستعملين متاع الطرقات هذا اللي نسألوا عليه في كلم المدير في ساعتنا الثانية لليوم ألرت لولا اللي جينا من غزة ملايك لاليخ لونية من غزة نحب نقولكم أنه في اليوم السبعتاش بعد أن تلقصف على غزة البيح في 24 ساعة فهم أكثر من 400 شهيد في غزة هذي حسب معطيات وزارة صحة الفلسطينية وبهكا تكون وصلت حاصيلة العضوين على غزة الـ 4741 شهيد بينهم أكثر من 1800 طفل وأكثر من ألف أمرأة مع أكثر من 14 ألف جريح في نفس الوقت حمزة حسب إذاعة الجيش الإسرائيلي إسرائيل وفقت على طلب واشنطن تأجيل الدخول البري إلى غزة حتى وصول قويت أمريكية إيضافية والمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يقول توغلنا ليلة في قطع غزة لتصفية مسلحين والبحث عن المغتوفين واضح مختار البارح بخلاف ليلة قصف المعمداني هي البارح الليلة الأعنف في القصف بأعداد الشهداء المتاحة ومعادش تلميحا لحكاية ولا التصريح أنه أمريكيا موجودة في هذه الحرب وقتلهم استنائوا على الغزو والبري حتى نزيد نجية طبعا الفلسطينيين قاعدين يموتوا بسلاح أمريكي بوضوح أو مش بالمجاز على أساس دعم مادي لا لا أسلحة وذخيرة وفي انتظار حضور يعني الجنود المارينز عدد كبير لدعم ومساندة جيش الاحتلال الإسرائيلي اللي هو يعد فوق 300 ألف بالاحتياط ولكنه خايف ومتردد قبل أن يوصل إلى قطاع غزة عملوا محاولة البارح لعملوا كما قلوا احنا بالاندينسي ومباشرة تم الرد على الدبابة والجرافة الإسرائيلية التي تركها جندها الإسرائيليون وهربوا البارح وتأجيل هذا الاقتحام البري كما قلت أنت منذ حين الأمريكان قلونا بشوية حتى لتوصلكم المساعدات الأمريكية إذن الفلسطينيين بوضوح الأسلحة اللي موتوا بها الفلسطينيين هي أسلحة أمريكية واليقصف من فوق يعني أمريكان بوضوح ما فيشو هذا المجاز ما عاد شوما يعني حس مستو لا بيختور أخيرك من بعض حتى القمة بتاع القهرة بتاع السلام كيف تجنبت الإدارة الأمريكية أنا تحذر وكتفات تاع شكول المثل الأمريكية سفيرة اللي هي قايمة بأعمال السفارة الأمريكية في القهرة يعني شوف أنت حضور رؤساء دول ملوك هذا حجم السلام عندها هذا الجهايد منتاع السلام كان احنا ما عاناش عقول حتى نفهم الشي حبوها الأمريكية واضح ويلا نمشي أيها المختار الهل كان واضح وصريح ويش نحكيه على موقف تونس الرسمي في علاقة بفلسطين نحكيه عليه من خلال زوز تصريحات أولا الموقف الأول اللي قد ممندوب تونس في الأمم المتحدة اللي حكيه فيه على موقف تونس من اللي ساير في فلسطين في غزة تحديدا والجراءة من الإسرائيلية وركزوا معي مليح السيدة المستمعين وأيها المختار على كلم تونس على موضوع الحل أو موضوع الشرعية الدولية نسمعوا شنو قال المندوب إن تونس الثابت على مواقفها والمتمسك بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على كل أرض فلسطين وعاسمتها القدس الشريف تؤكد أن السبب الرئيسي لكل هذه المآسي هو استمرار الاحتلال وتشدد على أن الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة يمر حتما عبر سلام عادل وشامل على أساس قرارات الشرعية الدولية وأن حق الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يسقط بالتقادم أو يسقطه الاحتلال بالقتل والتشريد وقطع أبسط مقاومات الحياة من ماء ودواء وغذاء وكهرباء ومن استهداف المدنيين الأبرياء من نساء وأطفال وللبيوت والمستشفيات وتواقم النجدة والإسعاف وعمال الإغاة ونعيد التأكيد على ضرورة تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني التي طال انتظارها من أجل إنهاء الاحتلال واسترداد الحقوق وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة هذا الموقف الرسمي التونسي في مجلس الأمن يحكي على كل فلسطين ولكن يحكي على سلام عادل وشامل على أساس قرارات الشرعية الدولية هالجملة هذه تيفسر هنا مختار بعد شوي ولكن قبل يا موخ خلينا نسمع رئيس في علاقة بفلسطين شنو يقول إننا نؤكد ما كانت منظمة التحرير الفلسطينية تؤكده كل يوم نؤكد عهدنا على مواصلة مسيرة النظام بالكلمة الأمينة المعبرة عن الطلقة الشجاعة من أجل تحرير كامل الوطن المحتل بالجماهير العربية معبأة ومنظمة ومسلحة وبالحرب الثورية طويلة الأمد أسلوبا حتى تحرير فلسطين كل فلسطين فلسطين كل فلسطين يا مختار فاسرنا وللسيدة المستمعين ليس بالضرورة متبعين تفاصيل الأمور هكا ودقائقها كل فلسطين كل فلسطين من شيرة ومن شيرة أخرى الشرعية الدولية شنية معنتها الشرعية الدولية وشنية معنتها كل فلسطين تمام هي شرعية دولية أو شرعية دولية مفهوم متحول متحرك الشرعية الدولية قبل حرب جموان 67 ليست هي شرعية دولية بعد حرب جموان 67 قبل 1967 الشرعية الدولية هي قرار التقسيم الرقم 181 نحتفظ أنه قرار 181 للعام 1947 هذا يفيه قرار التقسيم الذي كان يعطي للفلسطينيين إقرابة 43% من أرض فلسطين التاريخية ويعطي 57% للإسرائيليين لدولة يهودية ولكن هذا القرار 181-47 ما قبلوش به العرب أبرز من تحدث عنه ودفع عنه الرئيس والزعيم التونسي بورقيبة في أريحة عندما طالب الفلسطينيين بالقبول بقرار التقسيم 181 جاءت حرب 67 اللي سميت من بعد النكسة وخسروا العرب أراضي جديدة خسروا في الظفة الغربية وخسروا في سينة وخسروا في القدس الشرقية اللي كانت على قلق بل تحت السلطات العربية مصرية وأردنية خسروا أراضي جديدة ولين نتحدثوا على معطيات جديدة والمطالبة بالعودة إلى القرار 242-42 العام 67 هذا قرار الشرعية الدولية اللي هو سيري الآن وهو اللي يعطي للفلسطينيين 25% والبقية 75% لإسرائيل ولكن إسرائيل لم تقبل بهذا القرار عمليا على الأرض هي تصبح تقولك أنا مع الشرعية الدولية الشرعية الدولية إذن هي اللي تعني القرار 2-4-2 اللي يصدر في جوان 67 العرب الآن يقولك ندافع عن الشرعية الدولية والعودة إلى حدود أربع حزيران 67 أربع جوان 67 يعني العودة قبل ما الحرب قبل النكسة قبل ما تقوم إسرائيل بضم أراضي جديدة لدولتها إذن وتبنى فيما بعد النظام الرسمي العربي تبنى مشروع السلام العربي منذ 78 تبنى سارة الشرعية الدولية تعني مباشرة 2-4-2 يعني اللي هو العودة إلى حدود جوان 4 جوان 67 يعني قبل ما تقع الحرب الأيام 6 ويحب يقول كيتبنى وهالعرب كل العرب وقالوا نتبنى إذا يصير حل الدولتين فلسطين وإسرائيل وإذا ترجع إسرائيل الأراضي اللي هي محتلتها ونرجع لهذا قرار 2-4-2 نعمل سلام مع إسرائيل نعطيك شكون اللي معال كل العرب تقريبا كل العالم مع قرار 2-4-2 اللي هو يسموه الشرعية الدولية بكلهم بما فيها حماس حماس على لسان خالد مشعل في الدوحة منذ يومين فقط في حوار مع قناة العربية حوار ممتاز في ساعة من زمان يقول لك احنا مع الشرعية الدولية إسرائيل هي التي رفتها الشرعية الدولية يعني عكس ما يروج وتوحدت على حماس حماس نحات من مخها فكرة إزاحة إسرائيل وإلقائها في البحر تسريحات المقامة والقيادة المسلحة وذلك الشيء لكن القيادة السياسية نحكي على خالد مشعل اللي هو متحدث باسم حماس في الخارج يتحدث على أنه يقول لك أحنا قبلنا شرعية دولية إسرائيل هي التي لم تقبل شرعية دولية به شكول اللي يفهم الآن سوريا مع شرعية دولية سوريا حل الزوز دول ممانع يعني تقريبا شكول اللي الآن اللي ضد هذا ومع أنه دورة فلسطين على كل أراضي فلسطين التاريخية يعني ترجع لقبل 47 قبل 47 ترجع لفترة الانتداب البريطاني اللي وقتها كان فلسطيني يعني تنحى إسرائيل ما فماش حاجس مسرائي ما فماش شكول ما فماش في العالم كله تقريبا باستثناء سمعت الحوثيين في اليمن يقولوا أحنا الحوثيين اللي هي ذراع إيران في اليمن اللي يتحدث على هذا يعني ما فماش شكول حتى الأحديث متاع صوت الثورة الفلسطينية هكا بالجماهير المعب أو الحرب الثورية طويلة المدينة مطلبين بالشرعية دولية زوز دول طبعا يعني الشرعية الدولية هي هذية اللي حولها توافق كامل كامل بالنسبة للسياسة التونسية السياسة التونسية هي قول بالشرعية الدولية من زمان هذا طبعا نحكي لك من الوقت كان الشرعية دولية 47 تاع 188 وبعد 67 وقت ولد الشرعية الدولية هي 24 ثم جاء الرئيس ولا يحكي على كل فلسطين رئيس الرئيس الرئيس هو أحكي على كل فلسطين ولحظت حتى مندوب تونس طارق الأدب يقول حتى هو يستعمل نفس الكلمة يقول كل فلسطين ولكنه يخلط عليه مباشرة يقول لك والشرعية الدولية على أساس قرارات شرعية دولية على أساس قرارات شرعية دولية اللي هي 24 اللي هي 25% دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية وتولي غزة مربوطة بالظفر الغربية يعني متقلاش دولة مقسمة الأوصال ولكن تبدأ مربوطة غزة بالظفر الغربية ومعها القدس الشريف القدس الشرقية هذا الموقف التونسي اللي يتقال في الأمم المتحدة وهذا كهو الموقف الرسمي بقى الرئيس وقد تحدث على كل فلسطين البعض يقول له يقصد كل فلسطين يعني فلسطين اللي تم احتلالها بعد 67 اللي هي ما يسموها الغلاف تغزة الحقيقة لا الرئيس استعمل مرة قال من الماء من النهر إلى البحر إلى البحر يعني فلسطين اللي يقبل 47 وقت كانت فلسطين يعني من غير لا لا اعتراف بإسرائيل لا وجود إسرائيل باهي وعنها توثمة ناس يقول لك أنا أنا كنشوف الموقف الرسمي التونسي هو الموقف اللي قالوا طرق الأدب مندوب تونس الدين مش عالا ما يقرش المندوب تونس الدين في نيويورك في الاجتماع الأخير لترأسده مجلس الأمن ترأسه البرازيل وأول كلمة قالها والناس من النجم يرجعون لها يشوفوها قال لك نصادق على كلمة الأخ اللي هو وقتها أردني اللي هو ممثل والناتق باسم المجموعة العربية في مجلس الأمن هذاك كلمته بكلها على الشرعية الدولية وعلى حل الدولتين إذن تونس لا تتحفظ على كلام اللي يتحدث باسم المجموعة العربية إذن طرق الأدب من يجيب شو يقول حاجة أخرى من لش يقول من الماء إلى الماء في نيويورك لكنه بش يأخذ العسام الوسط يقول لك كل فلسطين لكن تلوج لها كل فلسطين تلقاه الشرعية الدولية القراءة اللي قالوها يا مختار البعض قالوا رئيس تونسي قايس سعيد في إطار عدم الاعتراف الإسرائيلي هذا بهذا الحق الفلسطيني فهو زيدا عود على من سقف الامتظارات وقال زيدا ما لا يحكي على روح وعلى أقل وعلى تونس ما نحن زيدا لا نعترف بما أنكم ما نعترفوش بفلسطين وبهذه الدولة ما نحن زيدا لا نعترف بإسرائيل بهذه المنطق شنوها هذا هو الإطار مدام دولة إسرائيل في تعنتها وبرعاية أمريكية مباشرة على أساس أنها دولة دينية رافضة لشرعية دولية إسرائيل رافضة الشرعية دولية وإسرائيل كما تشوف وانتوصتك بعد تصريحات ناتنياهو أنه يحلم بإسرائيل الكبرى من النهر إلى النهر من الفورات إلى النيل من الفورات في العراق إلى النيل في مصر هذه موجودة خراءة إسرائيلية يعني يمكن أن يفهم هذا أنت تشوف موقف الجزائري الجزائري اللي كانت تحتضنة الثورة الفلسطينية وكانت لذاعة الفلسطينية اللي كانت في الجزائر حتى الآخر الثمانينات اللي فيها صوت فلسطين صوت فورة الفلسطينية اللي قال الرئيس في الاجتماع الجزائر مع قرار التقسيم متى 67 مع حل الدولتين يعني ما فهماش أنا عندي حوالة نشوفتكم في العربية مع خالد مشعل نفس الشي يشوفه هل يقول حماس هل يقول برمي إسرائيل في البحر والعودة إلى ما قبل سبع ورمين لا تبقينا ممكن في إتار مواجهة التعنت بالتعنت هذا هو أنت تعلي تحب إسرائيل الكبرى من الفرات إلى نين وهذاك عليش وجهة بهذا لكن في كل الأحوال حمزة يا حمزة يا بلومي ينبغي تنسيق المواقف بينما ما يقال للاستعمال الاستخدام الداخلي المحلي وبين ما يقال في منتظم أممي وكل شي قاعد يتقيد تحت بصر العالم ونظره وداير ربما من المواقف الملفتة الأخرى أيها المختار أن تونس لم تحضر في قمة القاهرة للسلام بين ظفرائين القمة اللي يرجى يحكي عليها شوي آخر المختار في مخ هدرته لليوم أما الآن ماشيين سي سليك الوحلين اليوم حمزة كما كنت ذكرت قبيلة بش نحكيه على الوضعية متاع سي خميس سي خميس عمره بالضبط 59 سنة صنعته خدمته هي تيرزي دونك تعرف تيرزي خياط يعدي سويا أو سويا هو قاعد يخدم على الميكينة متاع الخياطة واللي الميكينة اللقدم خاصة فيهم استعمال السقين دونك ذي كيأثر على صحته بالطبيعة شهده يعملوا قلق في ظهره يعملوا قلق في سقية زيد كيف كيف وزيد مرض ولا يصفي في الدم ولا يمشي يعمل الدياليز وغيره في نهار من نهارات زوجته مدام حليمة اللي هي بش تدخل معانا بعد شوية طلع فيه في الدروش بعد سيانس متاع الدياليز لكن للأسف زلق طاح وبالتالي تعقدت أكثر وضعيته ولا الصحية في قد المشي معادش ينجم يمشي على سقية بما أنه عمل تدخل جراحي على زوز سقين متاعه وفي زوز عمليات على مستوى الركبة وبالتالي معادش ينجم يتحرك بالإمكانيات اللي عندهم حاولوا يفرولوا كرسي متحرك لكنه مكسر ما يمشيش مليح عاملين فيها كيما ربوع قتل هي ربوع جراية مغلفته بمخادد إلى آخره لكن هذا ما زال ما هوش كافي بنسبة للسيخميس اللي خاصة هو كان يقوم بالعائلة متاعه اللي فيها ثلاثة صغار وفيها مدام حليمة اليوم ما زالت عنده بنته باكالوريا العام الجاي وولاده استثنائيا المرة هذي مش نخرجو شوي على الإطارة متاع سليك الوحلين اللي مستنسين به السيدة المستمعين مش نحاولوا نعاونه سيخميس فيانو يلقى كرسي متحرك معنا مدام حليمة نجم توصف لك أكثر صعوبة الوضعية متاعه ومتاع العائلة الحليمة ان شاء الله نهارك زين نهارك أسعد اي شنية حوالك وحوال سيخميس لا يخليك سيحمز وفي حمز حمدول حمدول بي سيخميس كيف عامل ترا سيخميس حمدول ثلاثيين في الجمعي صفي نهار بعد نهار 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 بشي صفي هو أنا مترهابي مثلا عبدو كل شي عندي هو كان يصفي ايداتي شوي على ساقية خين طلعت وانه في الدروش غلب نطاح نحا تقص لعلب بتاع ساقية عمل العملية العملية منجحدش ولا معاش ينجم يمشي بره كل مرة كيفيش مرة بالكوش مرة بالكوش وانه صعي ولا وصباح متاعو حاسي لسامش كون بنت حليل جابتلي كاروسة يقعد فيها تعبه يتعب خطر عنده سقوط في غار ومين نجم شامع احنا نعملو نعملو بالمخاذ باللي نقدر يحب يخرج يفد من الدار يحب يخرج نهارك يولده في الدار يهزه للقعوة وانه نشوف نهزه انا كي نبدأ انا نمشي لجد في خبزة نمشي لمن شوية دابز نمشي ننضبر راسي حاسي ولدي راسي صحته معاشي نجم يمشي معاشي ظروف على قدها وبالطبيعة مدام حليما غير ما نحكي بالطبيعة ما عادشي نجم يخدم خدمته معاشي نجم ما عادش نجم 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 لك انتي اليوم انتي تصرف على الصغيرات قديش عندكم أولاد عندي أولاد وبني أولاد كثيرة 24 سنان مني عنده يعقذ هنية هنية يعقذ هنية هنية حتى حل هنية جريت على كبير لابزي جريت يمشي حول وما فل حتى حل يمشي ويهزو لأولاد حرق ويهزو لقاري ولعند وامر ولحتى شي اي واسعبالك 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 طب لا مرة واحد مرضي ولا مرة مع واحد اصحابه 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 مشوه قط ولو فان فوق دوما عندي شعلي حتى تخبر معناها ضايا شنو ضايا اي اي معناها هذا ولدك الكبير هاي المريض المريض قديه عندك ما عندك علي حتى أخبر عندك قريب شعري وعنده ثلاثة شهور بذبت منعوت وشيء هاسي لأحمد استخلفت ربي قلت معها ربي ومعها ربي معها وكه كل مرة لا بيدي السجع عني قول اذكر وماذي عش اذكر وماذي عش هو مشكلة ما عرف ش النواب عني ها نواب ما هوش قاري نش ش النواب في رسول بقص محمد 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 بطل وعند لبناء لعندي مجارب وكه واضح واضح لحليمة هذه الصورة صورة 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 واضحة ياسر كان لحليمة ما تستحق ش نوقف معاها مالما عش نجم نوقف سيخميس عمره قرب 60 سناء كرسي متحرك لانه بتبيعته تاعب بالكرسي اللي عنده موضعية كرسي معناها وبرك الله فيها السيدة اللي مدل تالي كنت برعت بيا ما هو كرسي تاعب في أصله وهو وضعيته تتطلب انه حاولوا نتواصلوا معاكم بالتالي هي دعوة للجميع حسين قاعد يتواصل مع أهل الخير ومع بعض المؤسسات ما هوك أولي حسين تتصلت بالنعف الكريسي المتحركة والتوسكي براميديكال زي دا كلتهم فما شركات وفما ناس تبيحهم وبتالي كنت على اتصال بواحد من ناس هذوما اللي قال لي أنه بشي حاول إذا هو يوفر ينجم يوفر كرسي متحرك ولا بما أنهم يعرفوا بعضهم دونك ناس اللي تخدم في نفس القطاع بشي حاول يقوموا وزي عاونها باتصالات ونحاولوا نوفروا كرسي متحرك للعائل أنا خالي نتابعه حليمة ولدك الكبير قديش عمره ولدك تولي معناها لقتلي موجود في تونس من 2001 من 2001 22 22 سنة ماكملش بعد الباك قتلي هكا لا لا مش باك السابع عامين في السابع و عامين في السابع ناي وتدخل ما عودش ما خبش يعود ما تعلمش سنعة ما تعلمش نشوفولوش يشكون من الملوخيين يلقى وشي خدمة حكاية ثمانية شهور مع واحد نجار في الحي الملاحة يخي قال مش يخلصي بيدي يعني وصعر في الصغار بطل من نهار ذاك بطل يمشي كما شفتوه كما قابلتم تلدار حذيث هذي كذير كيف منه كل شي صحيح لأنه هو هذيك هو لحليمة لأنه أنا قابلني الأوليد في الطريق الحقيقة وهو معنتها ترحى لنا الموضوع وهو قاعد يعاون في روحه هو في 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 الكيسات يخصل في الباربريز بتاعلك راحب معناها بش بش تبدأ هكيك الصورة عندكم واضحة العائلة لكل وضعية صعبة ياسر كان نجم عاونوه هذا الشاب عمره 22 سناء ما هوش قاري ما هوش ما عندوش شهادة معينة ولكن إذا كان فما علش لا المهن اللي تتطلب مش كل المهن تتطلب شهادة المهن اللي لا تتطلب شهادة سعادة جدا أن نستقبل شكون ملوخيين لنجم يعاون الأحليمة وسيخ مايس وهذه العائلة أن يكون عندها عائل تكون عنده شهرية لأن مشكلتهم اليوم ما عندهم حتى عائل عنده شهرية هي تخدم كما تنجم هو يخدم الوليد كما ينجم ولكن العائلة ما عندها حتى مورد رزق إذا كان النجم ونلقاه شكون يوفر المحمدمين خدم يكون سعداء جدا مع مواصلة حسين في الملف متاع الكرسي المتحار قولي إذا بش نحاول نقدم فيه بما أن الحقيقة حمزة توجيني ميساج وبالتالي نحب نطمنها كان تتفكر الوضعية متاع الفيزا مطلب الفيزا اللي تقدمت بيها البنية اللي بش يتعالش في فرنسا وقلنا بش نقعد نتابعوه توا الخالت هالمفروض تسافر معها مادام سلوى تصلت بيها وبعثتلي مساج خاتلي لاني ما سمعتكم وش حكيتو على الموضوع فما اجي لتاح خمستاش نيوم تجاوزتها القنصلية الفرنسية بش تجاوب على الريكلم بتاع الفيزا بتاع رفض الفيزا وبالتالي بش نعاود ونتصل بالقنصل سريع ورجعين مع مخدرة المختار جميع بعد شوية الساعة الثانية الموعد بش يكون فيها مع المهم متاع مين لليوم مين اللي مشي ثبت نه في الهدرة متاع المنحة الخاصة للنواب على ما يظهر تم اسناد منحة خاصة للنواب بس ندوها الروح يعني في مجلس النواب اسناد المكتب متاع المجلس منحة بألف دينار لكل نائب على ثلاثة شهور من هنا حتى الآخر العام نوفمبر أكتوبر نوفمبر وديسمبر منحة بثلاثة أشهر منحة استفنائية استفنائية متعلقة بثلاثي الأخير من العام 2023 عليش هذه المنحة استفنائية لهذا الثلاثي فقط عليش ما اخذوهاش على بقية العق وهل بش ياخذوها على بقية المدة النيابية هذا اللي أمين قاعد يسأل عليه تعرف قديش الأجر متع النائب مختار في حدود ثلاثة ومئتين تقديم في حدود ثلاثة ألف دينار به هاته يزيد يجيبنا من بعض من كل هذه التفاصيل أما الآن وفيه تسعمائة تسعمائة دينار اللي هي للسكن والنق فيه ديجا آه أوك ما أقبل اللي حكينا الفاغ ما هو النظام الداخي اللي يقبل بتاع البرلمانات السابقة وكانت جدلة كبيرة كانت تذكر حمزة صحيح 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 وهو كذلك دونك موجود هو ولكن ربما يعتبروه شويت دنيا غليت وما عندهم طول مقارنة بالنواب وما يقروا معناها وحدهم دونك ينجم يبدلوا الأمور مباشرة من غادي لغادي خلينا نمشي والمصر مش خير مخ هدرة المختار تضل جبل فولد فقرا مخ الهدرة مساعدات هزيلة ما تفوتش عشرين شاحنة تقريبا أغلبها مواد تموينية أغذية والبعض فيها كان مواد صحية وطبية هذه كانت حصيلة اجتماع مؤتمر القاهرة للسلام مؤتمر الدولي باسم قمة القاهرة للسلام قافلة أخرى تعديت الحقيقة في الساعات الأولى من فجر اليوم قافلة أخرى بعد انتظار منهار السبت منذ إقرار فتح معبر فتح مستدام يعني يوميا فار المساعدات الهزيلة والمزعومة حسوا أكبر من حجمه وانتي تعرف الفيران يعملوا حسوا واحد أكثر من الحجم في وقت كانت تدخل لقطاع غزة من معبر رفحة قبل الغلق متاعه بفعل العدوان الإسرائيلي كانت تدخل قرابة 500 شاحنة يوميا تشمل مواد الغذاء الوقود التموين ومواد صحية وطبية ومواد خدمية يستحقونها إذن 500 في الأوقات العادية اليوم في وقت تخرجت فيه أغلب مستشفيات غزة من الخدمة لنفاذ الوقود وندرة الأدوية والأجهزة الصحية وفي وقت تزايدت فيه الحاجة إلى دخول شحنات المساعدات وخصوص الوقود والمواد الطبية والصحية تزايدت بفعل سقوط أعداد كبيرة من المصابين والجرحة بفعل الغارات الجوية العمية وزارة الصحة في غزة تقول اليوم الحاجة الطبيعية لغزة الحاجة الطبيعية لقربة 700 شاحنة يومياً مدام 500 قبل الحرب الآن في فترة حرب يحتاج إلى 700 شاحنة يومياً من المساعدات بأنواحها وإلا في غرف ساعات باشتغلق مستشفيات غزة ويدخل القطاع إلى الظلام الدامس وتتحول غزة إلى قطاع أو قلعة من الأشباح قمة القهرة كان معلقة عليها أمال مش كبيرة لحقيقة ولكن معلقة عليها بعض الأمال لدخول الشاحنات الوقفة على البوابة المصرية في رفحة تستنى رغاء السلطات الإسرائيلية باش تتعدى حتى يتكفل الهلال الأحمر الفلسطيني والصليب الأحمر الفلسطيني الصليب الأحمر الدولي والأونورواء بإدخال شحنات المساعدات إلى المخازن والمخازن تتبع الأونورواء هي اللي تقوم غادي بتجميحها ومن بعد فرزها وتصنيفها ثم توزيحها على المستشفيات والمواد الغذائية على المحتاجين لها تقوم بها الأونورواء لأنه هذي من الشروط الإسرائيلية الأمريكية مش متوشيش المساعدات إلى المقاومة أو إلى المسلحين بعبارة الأمريكان لكن القمة اللي دعالها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وحضروها ممثلين لدول عربية وإسلامية وغربية على مستوى القادة وعلى مستوى رؤساء الحكومات وعلى مستوى وزراء الخارجية أو ممثلين للدول يعني إلى جانب عدد من المنظمات الدولية والإقليمية على رأسها الأمم المتحدة كانت موجودة الاتحاد الأفريقي وكذلك الجامعة العربية يعني هالقمة انتهت بالفشل هذين المراقبين اشنو يقولوا انتهت بالفشل فشل حتى في إصدار بيان ختامي للقمة القمة 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 انتهت دون بيان ختامي كان معلق أنه البيان يتم ذكر فيها وقف إطلاق النار ووقف الاعتداءات الوحشية على غزة وفي الأثناء كان ثم رغبة أمريكية واضحة في إفشل قمة السيسي أمريكا اكتفت بتمثيل هذه كما اذكرتك منذ حين اكتفت بالقايمة بأعمال السفارة الأمريكية في القهرة وكذلك حتى تمثيلية بعض الدول الأوروبية الفاعلة انحسرت في وزراء الخارجية نحكي على فرنسا مثلا ألمانيا إنجلترا تركيا اليابان نورويج وزراء خارجية في مؤتمر اللي هو في الأسل المؤتمر قمة القائمة الأولية للدعوات موجودة تشوفوها على الشاشة القائمة للدعوات والاستجابة لهذه الدعوات حمزة البلد البوظيف شا عمل مصر البلد الموظيف كي عجز عجزة القمة على الوصول إلى بيان ختامي اكتفات الرئاسة المصرية ببيان باسم الرئاسة المصرية عبرت فيها إذا استثنيت اللغة الخشبية عبرت فيها على غضب كبير من الأطراف الدولية وسيسي قال عبارة قال للأسف الحاضرين مشغولين بإدارة الصراع وليس بحل الصراع قال الحل ساهل المهل وهو يعني إقاف إنهاء الصراع هو بإنهاء بوقف الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية حسب ما تنص عليه قرارات الشرعية الدولية اللي هي 242 جوان 67 والعودة إلى حدود 4 جوان 67 بيان مصري فيه خيبة أمل كانت معلقة على القمة اللي اكتفى عدد من المشاركين فيها اكتفوا بترديد المواقف القديمة في الاستفاف وراء إسرائيل يعني جينا نشوفه ننقاول اللي حاضروا غادي يعودوا في كلام تصريحات رؤسائهم اللي قالوها قبل القمة مع رفض مصري هذا الجديد رفض مصري حازم لتهجير الفلسطينيين وتأكيد قوية على دخول المساعدات إلى قطاع غزة بشكل بشكل يومي قمة عجزت على إصدار بيان ختامي بعد ما رفضت الدول العربية الخضوع لضغوطات أمريكية وأوروبية بإدانة حماس وهذاك الخلاف الكواليس من أجل أعداد البيان الختامي الدول العربية رفضت الخضوع لإملاءات أمريكية أوروبية بإدانة حماس وأيضا بالتصريح أنهم يعترفون بحق إسرائيل حقها في الدفاع بين الظفرين الدول العربية للأمانة رفضوا هذه الأملاءات الأمريكية الأوروبية إذا كان هالقمة من مكاسب فبلا جدال من الأهم مكسب هو إلى جانب مطلب الفتح المستدام للمعابر يعني لمرور المساعدات إلى قطاع غزة إذا كان كان من مكاسب لهذه القمة باش نكونوا موضوعين شوية متوازنين إنو سيها البرشة العنتارية هو الموقف القطعي المصري الأردني والفلسطيني في رفض التهجير القصري للفلسطينيين وهذه وهذه كانت رسالة للعربين اللي كانوا ماشيين جايين على عمان وعلى القاهرة العربين اللي هم عربين من المتاع الحل الإسرائيلي المشبوه من وسطاء غربيين تذكر زيارات المكوكية إلى القاهرة باشي يأيسوا ويخليوا طبعا وهذه واضح يخليوا للقصف الإسرائيلي مهمة التكفل بالموضوع مدام رفضت القاهرة وعمان وراملة رفضوا التهجير القصري للفلسطينيين نهجروهم من صفيهم تماما مرجوعنا العنوان الهدرة اليوم حمزة قلت طمخ ذا الجبل فولد فأرا ممكن ننسبوا شوية ونقولوا ليس في الامكان أحسن مما كان شكرا أيها المختار الموعد بعد شوية مع ساعتنا الثانية الشيمة في الميتيو ونحن نراجعين